السلام، هذا الفيديو تابعني الفيديو السابق يعني وضعية إدماجية لفرض لنموذج ثاني يعني في حياتك المدرسية تلاقيت بعدة أساتذة ومنها كأن أستاذ مميز يعني أستاذك المفضل لي علمك بزاف أمور مليحة وخلتك تطور وساعداتك بيش تبني الشخصية ديالك دونك حنحكو اليوم على فاوري تيتشر في البداية نبدأ بإسم الأستاذ مثلا أنا اخترت هذا الاسم سامية سليمان اللي هو اسم خيالي ما كاش شخصيا عرف هذا الاسم صراحة سامية سليمان الفقرة الأولى ذكرت فيها اسم الأستاذ اللي هي سامية سليمان بعدها نتكلم عليها يعني أكثر أستاذة أي مادة للعمر في أي سنة تلاقيت بهذه الأستاذة في التتغى ملتكين ملتكين تبيني 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 هي أستاذة عربية وكان العمر ديالها 30 عام بعدها نتحدث على العام اللي التقيت به به هاد الأستاذة ترجمة نانسي قنقر يعني التقيت بها كي كان عمري حداش عام في المتوسطة بعدها ترجمة نانسي قنقر I loved her personality that made it attractive ما انتها حبيت الشخصية ديالها لخلتها جذابة خلتها إنسانة رائعة After نبدأ نحكي على وش كيف في personality ديالها كيفة جاية هاد الأستاذة ترجمة نانسي قنقر حبيت الشخصية ديالها ترجمة نانسي قنقر كيفية جاية؟ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر كيفية جاية؟ جميع الناس اشتركوا في القناة معنها علمتنا صفات رائعة صفات جميلة كما انو ما كاش اختلاف بين الناس هذه هي الوضعية اشتركوا في القناة